موسيقى أهلا بكم في هذه الأيام انتشرت صورة لراجمة صواريخ البطريوت لحماية الكعبة الصورة مأخودة جنب الكعبة أو مكة وصار هناك نقاش في مواقع التواصل الاجتماعي حول صحة هذه الصورة أم عدمها المهم إنه دار بيني وبين الأستاذة سوها الدمراسي من فرنسا حوار حول الحجر الأسود تاريخه وقدمت لها بعض المعلومات وأريد أن أشارككم بها لا شك أن الحجر الأسود مجرد حجر كان بعض العرب وغيرهم من الوسنيين يقدسونه ويعظمونه ورغم عدم دكره في القرآن إلا أنه مقدس عند المسلمين بحسب الحديد من الأحاديث معظمها عن ابن عباس مما يوضح أن هذه الأحاديث غالبا كتبت في العصر العباسي لا ندخل في متاهات هل هي صحيحة أم ضعيفة نذكر منها أن حجرا نزل من السماء كان في الجنة روى أو روى الترمذي عن ابن عباس عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من التلج فسودته خطايا بني آدم وفي أخبار مكة للأزرق وفي رواية ابن جرير في تفسيره والحاكم في مستدركه أن إبراهيم الخليل عندما شرع في بنائه لبيت الحرام أتى الملاك جبريل بالحجر الأسود من السماء ليضعه في مكانه من البيت وهو بالمناسبة في الركن الجنوب الشرقي أو الجنوب الشرقي من ما تسمى حاليا بالكعبة وكان لهذا الحجر أو كانت لهذا الحجر كرامات ومعجزات كثيرة منها عن ابن عباس لولا ما مسه من أيدي الجاهلية لأبرأ الأكمه والأبرص وهو ليس مجرد حجر كباقي الأحجار وإنما هو يمين الله أي يده اليمنى عن ابن عباس قال الركن يقصد الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه والذي نفس بيده ما من مرئ مسلم يسأل الله عن شيئا إلا أعطاه إياه ما سر هذا الحجر وما قصة تاريخة كما رأينا في الحديث أنه حجر نزل من السماء وأتى به الملاك جبريل من الجنة ليضعه أبو الأنبياء إبراهيم الخليل في ركن البيت وهذه الرواية أدمجت بين روايتين رواية وطنية ورواية كتابية للخروج برواية إسلامية وعندما نقول كتابية نعني بها من أصل نصوص يهودية أو مسيحية نبدأ بالرواية الوتنية فبعض العرب الوتنيين كانوا يعبدون الأحجار لأنهم كانوا يعتقدون أن الآلهة تسكن فيها وخاصة النيازك التي تسقط من السماء وربما الحديث في صحيح البخاري عن الصلط بن محمد هو صدى لتلك العبادات فعن أبا رجاء العطاردي يقول كنا نعبد الحجرة فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخرة فإذا لم نجد حجرا جمعنا جتوة من تراب ثم جئنا بالشات فحلبناه عليه ثم طفنا به هذا الحجر المقدس كان يسمى عند العرب الوتنيين ببيت الله وباللغة الآرامية بيتيل وباللغة اليونانية بيتيلوس وبالعبرية بيت إيل وعلى ذكر الكلمة اليونانية بيتيلوس أو فيتيلوس في الميثولوجية اليونانية نجد أن الإلهة راية بنت الإلهة غاية ربط الأرض تزوجت راية من أخيها كورونوس وكلما ولدت ابنا كانت تقدمه له ليبتلعه حتى لا يقع له ما فعل هو بأبيه وفي نفس الوقت أخي الأكبر أورانيوس وعند ولادة زيوس أو زوس أو جوبتر عند الروم قامت والدته راية بحيلة بدلا من أن تقدم له المولود زيوس قدمت له حجرا مقمطا وابتلع الحجر دون أن يشعر بالخديعة فعندما كبر زيوس أجبر والده على إخراج الحجر الأسود أو هذا الحجر وإخوته من جوفه وأصبح هو أي زيوس الإله السماء والصاعقة ولتكريم هذا الحجر وتقديسه وضعه أي زيوس في مركز الأرض التي هي بدورها مركز الكون بحسب الاعتقاد القديم فتقول الأسطورة إن زيوس أطلق نسرين من أطراف الأرض متقابلين ليطير نحو مركز الأرض فالتقي في تيفس باليونان فوضع الحجر هناك وجعل الحية المقدسة لحراسته وهنا نتذكر ما شاع عن مكة أنها مركز الأرض وفي سيرة ابن هشام عن الحية التي كانت تسكن في بئر الكعبة حيث يطرح فيها ما يهدى للكعبة من دبائح فكان أهل قريش يهبونها حتى جاء نسر فخطفها وأول وجود لذكر تقديس حجر أسود في التاريخ المادي يوجد على عملة ذهبية للإمبراطور هيليو جابالوس حكم ما بين 218 و 222 ميلادية وكان وكان قبل حكمه الكاهن الأكبر لمعبد الإله ألا جابالوس الجبل أو إله الجبل فهذا المكان بالقرب من حمص في سوريا ففي هذه العملة تظهر أو يظهر هذا الحجر الأسود في عربة تجرها خيول بمناسبة نقله إلى روما عاصمة الأمبراطورية في فترة حكمه لتقديسه وإجلاله وبعد موته أي هذا الأمبراطور أرجع الحجر لمكانه في المعبد ونجد عملة أخرى للأمبراطور أورانيوس سنة 253 و254 يظهر الحجر في هذا المعبد هناك بقايا لحائط لمعبد الإله بعل في مدينة ستدمور الأسرية بالقرب من حمص تقريبا 160 كيلومتر يوجد على هذا النقش أو هذا المنحوط جمال يحمل هودجا بداخله الحجر الأسود بيتيل ووراه ثلاث نساء تغطين رؤوسهن بنحناء وكأنهن يودعنه بحزن يعود هذا النقش لفترة مملكة تدمر ما بين سنة 260 و 273 كانت مدينة تدمر مركزا دينيا وتجاريا مهما للقوافل تحكم على منطقة شاسعة كان ابنها هبة اللات وليا على مصر ويعتبر معبد بعل هذا من أضخم وأهم المعابد في الشرق القديم منذ القرن الأول الميلادي ولعله بسبب انتصارات أوراليانوس الإمبراطور الروماني واقترابه من تدمر سنة 271 ميلادية أرسلت الملكة زنوبية هذا الحجر المقدس بيتيل إلى وجه بعيدة عن الأعداء الروم وفي الحلقة القادمة نحاول معرفة الجهة التي نقل إليها هذا الحجر وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر